السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من هو في قبضة قهرك كيف يخاف من هو دائر في دائرة لذاتك اين يذهب الهي انا عاجز عن الحول والقوة اشكو اليك ضعف القوة وقلة الحيلة وهواني على الخلق وانت ربي ارحم الراحمين وانت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى عبد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن علي غضب منك فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي رب فلا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني الى حولي وقوتي وارحم عجزي وفقري وفاقتي واجبر كسري وذلي وحالتي يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الرحمة والغفران يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العز والبرهان يا ذا الجلال والإكرام وسعت كل شيء رحمة وعلما جد بفضلك وإحسانك علينا منة وحلما يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل يا ذا النوال والنعم يا ذا الجود والكرم يا عظيم يا ذا العرش الكريم أسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من أسعدته ورحمته وألهمته أن يدعوك به وأسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك أسألك باسمك الأعظم أن تقسم لي من الرحمة والمغفرة ما تصلح به شأني كله وأن تحييني حياة طيبة في أرغد عيش وأهنى يا جامع يا من لا يمنعه عن العطاء مانع يا معطي النوال قبل السؤال تولني يا مولاي فأنت بي ولي يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا مولاي يا لطيف اجعلني من المخلصين وممن سلك الطريق من أهل اليقين وارعني برعايتك واحفظني برأفتك حتى أكون من الآمنين وأرشدني إلى سبيلك لأكون من العالمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين سبحان الله العظيم وبحمده تسبيحا يليق بجلاله والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له والله أكبر من أن يحاط ويدرك بل هو مدرك ومحيط بكل الجهات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رفيع الدرجات إلى هنا تعظمت على الكبراء والعظماء فأنت العظيم الكبير تكرمت على الفقراء والأغنياء فأنت الكريم الغني من أنت على العصاة منا والطائعين بسعة رحمتك فأنت الرحمن الرحيم تعلم السرنا وجهرنا وأنت أعلم بنا منا فأنت العليم لا تدبير للعبد مع تدبيرك ولا إرادة له مع مشيئتك وتقديرك ولولا وجودك لما كانت المخلوقات ولولا حكمتك لما عرفت المصنوعات خلقت الآدمي بلوته بالحسنات والسيئات أبرزتنا في هذه الدار لمعرفتك كشفت لمن شئت من الصالحين والعارفين عن سر توحيدك فبهذا شهد الكون والتكوين والكائنات إلهنا أي قيد للشيطان فهو ضعيف مع قوتك واقتدارك وأن يراد على القلوب مع ظهور أنوارك إلهنا إذا اعتنيت بعبد لم يكن لأحد عليه سلطان اتصفت بالأحدية فأنت الموجود ونعت نفسك بجلال الربوبية فأنت المعبود فطهر قلوبنا من الدنس فإنك أنت الوهاب المانح الهادي القادر الفاتح إلهنا إن الخير كله بيدك وأنت واهبه ومعطيه فخذ بنواصينا إلى ما هو أحسن وخصنا منك بما هو أخص وأفضل يا كريم يا مجيب السؤال فإنه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا مقعد لمن أقمت لا معذب لمن رحمت لا حجاب لمن عنه كشفت لا كرب لمن به عنيت وعصمت ولا قوة لنا على الطاعة ولا حول لنا على المعصية إلا بك ثب قوتك على الطاعة قونا وبحولك وقدرتك عن المعصية جنبنا حتى نتقرب إليك بطاعتك ونبعد عن معصيتك وندخل في وصف هداية محبتك ونكون من الصالحين الربانيين اجعل ألسنتنا لاهية بذكرك وجوارحنا قائمة بشكرك ونفوسنا سامعة مطيعة لأمرك وأجرنا من مكرك ولا تؤمنا منه حتى لا نبرح لعظيم عزتك مذعنين ومن سطوة هيبتك خائفين فإنه لا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون واحفظنا من شرور أنفسنا ورؤية أعمالنا ومن شر كيد الشيطان وجعلنا من خواص عبادك الذين ليس له عليهم سلطان سلبت عنه نور التوفيق وخذلته لا يقترب الشيطان إلا من قلب حجبته بالغفلة عنك وأهنته إلهنا فما حيلة العبد وأنت تقعده وما وصوله وأنت تبعده هل الحركات والسكنات إلا بإذنك ومنقلب العبد إلا بعلمك يا ربنا نحن عبيدك الفقراء نحن عبيدك الضعفاء نحن عبيدك المقصرون المساكين الواقفون على عتبة ساحة ألطافك المنتظرون شربة من رحيق عنايتك وقد حططنا أحمال أثقالنا لا ملجأ ولا منجى منك نحن عبيدك نحن عبيدك نحن عبيدك نحن عبيدك من كل سوء فينا وعافنا ظاهرا وباطنا من كل مرض فينا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمة جوامع الخير وكواملة نسألك الخير أوله وآخرة نسألك الخير ظاهره وباطنه وانظمنا بسلك خير البارية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت راضٍ عنا ولك الحمد يا رب العالمين اللهم يا هادي المضلين لا هادي لنا غيرك يا رب العالمين يا هادي عبادك المضلين قربنا إليك يا رب العالمين أمنا من الخوف منك يا أمان الخائفين أنعم علينا برضاك أنعم علينا برضاك يا مالك رقاب الأولين والآخرين والعوالم أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أدركنا اللهم أدركنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ثرج عنا ما نحن فيه يا مفرج كرب الخلائق أجمعين اللهم أدركنا برحمتك يا أرحم الراحمين ونجنا من الهم والغم يا منجي المؤمنين وارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تفتح لنا من سائر الطرق والأبواب إلى اسمك القديم وتيسر لنا به كل علم وأمر عسير وسهل لنا به كل أمر يسير وقرب به كل أمر صعب بعيد وسخر لنا به الوجود يا الله يا الله يا الله مكنا من التفرج في ساعة ملكك وملكوتك ملكنا يا الله ناصية كل ذي روح ناصيته بيدك ونجنا يا الله يا الله يا الله من موجبات غضبك وبعد يا الله يا الله يا الله بيننا وبين معاصيك وأدركنا بخفي لطفك وسخر لنا ومكنا من كل ما نريده كما أنك تريده إنك على كل شيء قدير فإنك أنت الغني الحميد الولي المجيد الباعث الشهيد أنت المبدئ المعيد الفعال لما تريد يا بارئ يا معبود يا مقصود يا موجود يا حق يا معبود يا من عليه العسير يسير يا من بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله أن تكفيني شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وأن تكفيني شر كل ذي شر وشر كل أسد وأسود وحية وعقرب وكل شيء يكون عقورا وأن تكفيني شر ساكن القرى والمدن والحصون والقلاع وسائر الوحشيات يا الله يا الله يا الله يا معين يا هادي يا مهدي نسألك بحق فاتحة الكتاب أن تسخر لنا كل شيء يا رب كل شيء أنت قادر على كل شيء اصرف عنا شر كل شيء بارك لنا في خير كل شيء سهل لنا كل شيء وعصمنا من كل شيء واغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم بحق هذه الصورة الشريفة المباركة بثواضل التفضيل في الوجود أسألك أن تتفضل علينا بفضلك العميم وجودك الكريم يا حليم يا حليم يا حليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقنا رزقا حلالا مباركا طيبا وأن تهذب أخلاقنا يا ذا الجود والإحسان والفضل والامتنان يا سلطان يا ديان وأن تبسط لنا من عنايتك ما قد تجود علينا حتى تتقلب إليك قلوبنا في بحر طاعتك وأبصار بصائرنا منورة بهدايتك نسألك يا الله يا الله يا الله يا الله أن تحقق أرواحنا بحقائق العرفان وأن تتوجنا بتيجان القبول والإكرام والامتنان يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين نسألك أن تعطينا صبرا جميلا وفرجا قريبا وأجرا عظيما وقلبا سليما ولسانا ذاكرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا ودعاء مستجابا وكسبا طيبا حلالا وإيمانا ثابتا ودينا قيما وجنة وحريرا وعزا وظفرا وفتحا قريبا يا خير الناصرين يا خير الغافرين يا مجيب دعاء عبادك المضطرين ونحن المضطرون استجب دعاءنا يا مولاي يا قادر يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير سبحان الله تعظيما لأسمائه عدد المعلومات والحمد لله الكبير المتعال مبدئ المخلوقات ولا إله إلا الله عدد المخلصين أصحاب العنايات والله أكبر تكبيرا لجلالك وعظمتك من الأرض والسماوات ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كنز الخير والسعادات إلى هنا لك هذا الجلال في انفراد وحدانيتك لك سلطان العز في دوام ربوبيتك بعد على قربك أوهام الباحثين عن بلوغ صفاتك وتحيرت عقول العارفين بجلالك وعظمتك إلهنا اغمسنا في بحر من نور هيبتك حتى نخرج وفي روحنا شعاعات رحمتك وقابلنا بنور اسمك المكنون واملأ وجودنا بوجود سرك المخزون حتى نرى الكمال المطلق في المكنون المصون وأشهدنا مشاهد قدسك من غير تقلب ولا فتون واجعل لنا مددا روحانيا تغسلنا به من الحماء المسنون وأدركنا باللطف الخفي يا ربنا باللطف الخفي الذي هو أسرع من إطباق الجفون وأوقفنا مواقف العز واحجب عنا العيون وأشهدنا الحق اليقين يا قوي يا متين يا نور يا مبين يا رحمن يا رحيم إلهنا نور وجودنا بنور وجودك في كل الأحيان أدخلنا في رياض العافية يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا ذا العزة والبرهان يا ذا الرحمة والغفران يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير إلهنا ألبسنا ملابس لطفك أقبل علينا بحنانك وعطفك أخرجنا من التدبير معك وعليك إهدنا بنورك إليك أقمنا بصدق العبودية بين يديك أخرج ظلمات التدبير من قلوبنا أنشر نور التفويض في أسرارنا أشهدنا حسن اختيارك لنا حتى يكون ما تقضيه فينا وتختاره لنا أحب إلينا من اختيارنا لأنفسنا وهدنا للحق المبين وعلمنا من علم اليقين يا علي يا عظيم يا غني يا كريم يا غفور يا حليم يا رحمن يا رحيم يا مولاي يا قادر يا مولاي يا غافر يا لطيف يا خبير نسألك بجلال كمال وجهك الكريم وبضياء سناء نورك العظيم أن تنزل على قلوبنا من نور الذكر والحكمة ما نجد برده حتى لا ننساك ولا نعصيك أبدا واجمع بيننا وبين النية الصادقة والإخلاص والخشوع والهيبة والحياء والمراقبة والنور والنشاط والقوة والحفظ والعصمة والفصاحة والبيان والفهم والقرآن وخصنا بالمحبة وبالتخصيص وكلنا سمعا وبصرا ولسانا وقلبا ويدا ومؤيدا يا مغيف يا مجيب يا سميع يا بصير يا خبير إلهنا إن الطاعة والمعصية سفينتان سائرتان بالعبد في بحر مشيئتك إلى ساحل السلامة أو الهلاك والواصل إلى ساحل السلامة هو المقرب السعيد وذو الهلاك هو الشقي المبعد المعذب إلهنا أمرتنا بالطاعة ونهيت عن المعصية وقلوبنا في تصريفك وزمامها بيدك وقلوبنا بين أصبعين من أصابعك تقلبها كيف شئت إلهنا فثبت قلوبنا على ما به أمرت وجنبنا عما نهيت فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا إله إلا أنت خلقت الخلق قسمين وفرقتهم فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير هذا حكمك فيما سبق به قسمك فهنيئا لمن سبقت له منك العناية وفاز بالقرب والولاية حكمك العدل تقديرك الحق سرك خامض في هذا الخلق ولا ندري ما يفعل بنا فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة إلهنا فاجعلنا من خير فريق واجعلنا ممن سلك الأيمن في الطريق من الآخرة وارحمنا برحمتك وعصمنا بعصمتك لنكون من الفائزين ودلنا عليك لنكون من الواصلين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اللهم أيدني وأصلحني واحفظني وأفض علي من بحار العناية والمحبة واجمعني بك واجعل لي بين سرك المكنون الخفي والاستظهار واكشف لي عن سر أسرار أفلاك التدوير في حواس التصوير وصل اللهم على من حضر هذا المقام من ارتفعت مكانته فقصر دونها كل مرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم يا حي يا ذا الجلال والإكرام أسألك اللهم أن تجعل لي في كل ساعة وفي كل لحظة اللهم يا واجب الوجوب ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفتنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أطيبه ومن الرزق أوسعه ونسألك من الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه ومن الإنعام أعمه ومن الإحسان أتمه اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم حص بالسعادة آجالنا اللهم حقق بالزيادة آمالنا اللهم قرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سحائب عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا فإنه عليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة يوم القيامة ربنا خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار وكفنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من المظالم والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا سميع يا مجيب يا سريع يا محيط يا عالم يا شهيد يا حسيب يا فعال يا خالق يا بارئ يا مصور استجب لنا دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الحق الحقيق وأنت الحرز الوثيق وأنت رب البيت العتيق بك أدفع ما أطيق وما لا أطيق يا شفيق يا رفيق اللهم إني أسألك باسمك الذي ابتدعت به عجائب الخلق وأسألك بثبوت الربوبية وبعظيم الصمدانية وبالقدرة الإلهية وبالعمدة الجبروتية أسألك أن تصرف عنا وعن جميع المسلمين شر الآفات والعاهات والأوبئة والأوجاع والأمراض بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بك أستغيث أغثني وبك استعنت أعني وعليك توكلت فاكفني اكفني المهمات من أمر الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فإن عبيدك ببابك فقراء ببابك سائلوك ببابك ذليلوك ببابك مساكين واقفون ببابك يا أرحم الراحمين ضعفاء ببابك يا رب العالمين طابعون في خيرك ببابك يا غياث المستغيثين مهمومون ببابك يا مفرج كرب المكروبين عصات واقفون ببابك يا طالب المستغفرين مقرون معترفون ببابك يا غافرا للمذنبين المعترفون ببابك يا أرحم الراحمين المخطئون الخاطئون ببابك يا رب العالمين البائسون ببابك الخاشعون ببابك يا أكرم الأكرمين يرحمنا يا مولانا يا سيدنا إلهنا أنت الغافر ونحن المسيئون وهل يرحم المسيئ إلا الغافر مولانا أنت الرب ونحن العبيد وهل يرحم العبد إلا الرب مولاي مولاي إلهي إلهي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا البالك إلهي إلهي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز إلهي إلهي أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي أنت الرزاق وأنا المرزوق وهل يرحم المرزوق إلا الرازق إلهي أنا الضعيف وأنا الذليل وأنا الحقير وأنت الغفور وأنت الغافر وأنت الحنان المنان وأنا المذنب وأنا الخائف وأنا الضعيف إلهي إلهي أسألك الأمان الأمان في القبور وظلمتها وضيقها أسألك الأمان الأمان عند سؤال منكر ونكير وهيبتهما أسألك الأمان الأمان عند وحشة القبر وشدته أسألك الأمان الأمان في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أسألك الأمان الأمان يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أسألك الأمان الأمان يوم تزلزل الأرض أسألك الأمام الأمان يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب أسألك الأمان الأمان يوم تشقق السماء بالغمام أسألك الأمان الأمان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أسألك الأمان الأمان يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أسألك الأمان الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أسألك الأمان الأمان يوم ينادي المنادي من بطن العرش أين العاصون وأين المذنبون وأين الخاسرون هلموا إلى الحساب وأنت تعلم سري وتعلم على نيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي وتعلم حاجتي فاستجب دعائي إلهي آه من كثرة الذنوب والعصيان آه من كثرة الظلم والجفاء آه من نفسي المطرودة آه من نفسي المطبوعة على الهواء أغثني يا مغيث أغثني عند تغير حالي أنا عبدك المذنب المخطئ أجرني من النار يا مجير يا مجير يا مجير إن ترحمني فأنت أهل للرحمة وإن تعذبني فأنت العزيز الحكيم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة فارحمني يا أرحم الراحمين يا خير الناظرين ويا خير الغافرين حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله وحده برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي يا رب على سيدنا محمد ومولانا وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك وفقري لا يغنيه إلا عطفك وإحسانك وروعتي لا يسكنها إلا أمانك وذلتي لا يعزها إلا سلطانك وأمنيتي لا يبلغها إلا فضلك وخلتي لا يشدها إلا طولك وحاجتي لا يقضيها غيرك وكربي لا يفرجه سوى رحمتك وضري لا يكشفه غير رأفتك نسألك يا أمان الخائفين ويا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين نسألك يا مجيب دعوة المضطرين ويا ذخر المعدمين ويا كنز البائسين في الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله